والعيبة بقى عودة العيبة الجداد يعني او العيبة المصابين يعني تكون عودة مؤسرة لان برضو اما عندك 3-4 العيبة يرجعوا زي ناصر منسي زي عمر جابر زي عبدالغني زي فتوح كل دول اما يرجعوا الدكة بتاعتك بتقوى سواء هم هيبتدوا او بعضهم هيقعد على دكة البودلاء الدكة بتقوى واي فريق قوي بالدكة اللي موجودة مش بالعيبة الحداشر اللي بيبتدوا بس واي مدير فني بيبقى قادر على تغيير شكل واداء الفريق لما هو معاه العيبة جامدة على الدكة تمنى ان شاء الله النتائج تتحسن الفترة اللي جاية بالنسبة لنادي الزمالك جاز الفني كمان عمل تدريبات بدنية قوية للمجموعة اللي ما بتلعبش بالصفة اساسية وبرضو يعني اقل الحمل البدني على اللعيبة اللي لعبت تسعين دقيقة دي اخبار نادي الزمالك دي اخبار نادي الزمالك